تصعيد غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط ونظر صراع مفتوح بين إسرائيل وإيران يلوح في الأفق وسط تبادل الوعيد بينهما فما تفاصيل؟ بالتنسيق مع حليفها الأول أمريكا اتخذت إسرائيل قرار الرد على إيران بعد هجومها الصاروخي الأخير الذي أتى رداً على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله وقاد في الحرس الثور الإيراني الرد الإسرائيلي سيكون مباشراً وقوياً وفق أعلام إسرائيلي أشار إلى أن الجيش يستعد لعملية كبيرة في إيران قد تطال منشآت نفطية إيرانية ومجمعاً لخامنئي ومقراً للحرس الثوري وكل هذه الخيارات يناقشها قائد القيادة المركزية الأمريكية مع الجانب الإسرائيلي في تل أبيب اليوم أما السيناريو استهداف مواقع نووية إيرانية برغم من كونه احتمالاً ضعيف الحدوث لكنه غير مستبعد كذلك واليوم دعا رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بنت لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني والقيادة الإيرانية على الجانب الآخر تحذر طهران من أن أي هجوم إسرائيلي سيواجه برد قاس ويؤكد جيشها استعداده لكافة التهديدات المحتملة وأن لديها سيناريوات مختلفة للرد على أي هجوم فيما أعلنت منذ ساعات تعليقاً مؤقتاً للرحلات الجوية تمتلك إيران ثلاثة أكبر احتياطي من النفط في العالم بعد بنزولة والسعودية بما يبلغ 208.6 مليار برميل موزعة على 245 حقلاً نفطياً ونستعرض هنا أبرز خمسة حقول نفطية في البلاد وأولها حقل الأهواز وهو أكبر حقل نفطي في إيران وثلاثة أكبر حقل في العالم يقع في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران وينتج نحو 750 ألف برميل يومياً وفق أخر إحصائيات ثانياً حقل جيج ساران ويقع في محافظة كهجلوية وبوير أحمد جنوب غرب إيران وينتج أكثر من 500 ألف برميل يومياً أما حقل مارون فيقع في محافظة خوزستان أيضاً وينتج نحو نصف مليون برميل نفط يومياً هناك أيضاً حقل آزدغان المشترك بين إيران والعراق وتبلغ حصة إيران الإجمالية فيه 33 مليار برميل وقد قسمته إيران إلى مقاطعتين شمالية وجنوبية أما حقل أغاجاري فيعد خامسة أكبر حقل النفط الإيرانية يقع في محافظة خوزستان أيضاً وينتج نحو 200 ألف برميل يومياً المواجهة بين إسرائيل وإيران قد لا يمكن التكهن بها حالياً وشكل المواجهة سيتحدد حتماً وفقاً للرد الإسرائيلي المرتقب لو حلث لكن وفق التهديدات المتبادلة باستخدام القوة بين الطرفين تطرح سيناريوات محتملة للمواجهة العسكرية وتداعياتها على المنطقة أبرزها إمكانية أن يكون تصعيد محدوداً بمعنى أن رد إسرائيل قد يكون بضربات جوية تستهدف منشآت عسكرية داخل إيران وهذا رد لن يجر إلى حرب شاملة أو واسعة أما إذا كانت الأهداف التي تختارها إسرائيل ذات أهمية استراتيجية عالية مثل تدمير منشآت حيوية كمواقع إنتاج النفط والمنشآت النووية أو مراكز القيادة العسكرية الإيرانية فقد تتصاعد الأمور بشكل أكبر وهنا قد يكون رد إيران أكثر عنفاً بشن هجمات انتقامية مباشرة ستزيد بالطبع من احتمالية نشوب صراع إقليمي واسع الاحتمالات قد تذهب إلى تدخل قوى إقليمية ودولية إذا استمرت الضربات المتبادلة هذه أو توسعت لتشمل أهدافاً أكثر حيوية وذلك بهجمات صاروخية مكثفة على المدن والبنى التحتية خطر الانتقال إلى نزاع مكثف سيستدعي ضغوطاً دولية لوقفه المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة ودول أوروبا قد يتدخل دبلوماسياً للحد من التصعيد وتجنب نشوب صراع واسع خاصة في ظل المخاوف من تأثيرات الحرب على استقرار المنطقة والأسواق العالمية هذه التداعيات ستكون اقتصادية في المقام الأول فالمواجهة بين طهران وتل أبيب ومما لا شك فيه أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار نفط التي تعد شرياناً حيوياً للطاقة العالمية ناهيك عن التداعيات الأمنية فإن تصاعد التوترات قد يدفع بعض الدول المجاورة إلى تعزيز قدراتها العسكرية وسيؤدي إلى مخاطر اشتعال نزاعات أخرى في المنطقة أما التداعيات الإنسانية فهي الأشد حيث أن عدد الضحايا المدنيين سيرتفع وسترتفع معه موجات النزوح الجماعي والغروب من مناطق السراع إلى جانب ذلك فإن الهجمات على المنشآت الاستراتيجية مثل المصانع والمرافق النفطية ستؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية ما سيؤثر على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية وسيزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة ومع تزايد عدد المصابين جراء القصف والصواريخ ستواجه المستشفيات والمراكز الصحية ضغطا شديدا سيؤدي إلى ضعف الموارد الطبية والإمدادات وسيزيد من صعوبة تقديم الرعاية الصحية المناسبة مما يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي لسكان المتضررين أرحب ضيفي من واشنطن عبر تطبيق زوم ينضم إلينا سيد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى أهلا بك ومن طهران عبر الأقمار الصناعية دكتور عماد أبشناس الأكاديمي ورئيس نقابة مراكز الدراسات الإيرانية أهلا بكم معنا في دائرة الشرق سيد ديفيد أبدأ معك هل تتوقع أن يكون رد إسرائيل في حدود لعبة المناوشات المحسوبة والمدروسة أم تعتقد أنها ستخرج عن هذه اللعبة وحدود هذه اللعبة وأنها ستضرب إيران من دون الاتفاق مع الولايات المتحدة مساء الخير لك ولي المشاهدين ولضيفكم الكريم أنا أعتقد أن إسرائيل أو أتوقع أن الرد الإسرائيلي سوف يكون متناسباً مع الصواريخ الباليستية المائة وواحد وثمانين التي أطلقت على إيران منذ يومين لذلك أنا طبعاً لا أعرف ما هي الأهداف هناك بطبيعة الحال مجموعة من الخيارات الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية تحاول لعب دور لتشكيل أو لتأطير هذه الخيارات لكي لا يحصل تصعيد كبير وتوسيع لأنزاع أعني بشكل عام أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تقنع إسرائيل بعدم استهداف المنشآت النووية الثلاث الكبرى في إيران لأن الولايات المتحدة تعتقد بطبيعة الحال أن هذا سوف يصاعد النزاع على الرغم من أن إيران أيضاً متخوفة من استهداف بعض المراكز التي تستخدم لأغراض الطاقة أو الإنتاج الطاقة أو النفط وتعتبر ذلك عملاً تصعيدياً في نهاية المطاف إسرائيل هي من سيقرر ما هي الأهداف لكي تظهر أنها غير مستعدة لتقبل هذه الهجمات الإيرانية بأي شكل على إسرائيل إسرائيل أظهرت في الأشهر الأخيرة بأنها مستعدة لتحمل مخاطر التصعيد هذا من أجل القيام بالعمليات التي تعتبرها مهمة لبقاء دولة إسرائيل ولذلك كل الخيارات مفتوحة دكتور عماد إيران تلغي الرحلات الجوية في المطارات حتى صباح الغد هل نفهم شيئاً من هذه الخطوة ما هو الرد الذي تتوقعه إيران من إسرائيل تحياتي لك سيدة ميراشا للأستاذ ديفيد والمشاهدين الأعزاء في الواقع كل السيناريات مطروحة كانت هناك الشائعات عن أن إسرائيل ممكن أن تقوم بعملية ضد إيران بمناسبة السابع من أكتوبر لربما تحسباً من هذا الموضوع قاموا بإغلاق المطارات أو حتى ممكن أن تكون إيران تحضر إذا ما أردنا أن نقول ضربة وقائية لإسرائيل أنا لا أعلم قبل أن تقوم إسرائيل بأي عمل ضد إيران كل هذه السيناريوات مطروحة عملياً إذا ما تأكدت إيران من أن إسرائيل قررت مهاجمة إيران لربما أحسن دفاع هو مهاجمة الأهداف الإسرائيلية قبل أن تنطلق الطائرات وتدميرها على الأرض في مطاراتها على كل حال ما أعلمه أو أسمعه من جميع الجهات السياسية والعسكرية في الداخل الإيراني هو على أساسه أن إيران مجهزة نفسها لكل سيناريو يعني عملياً منذ بضعة أيام أطلقت 200 صاروخ اليوم إذا ما قامت إسرائيل بأي هجوم على إيران لربما تنطلق ألاف السواريخ وليس 200 صاروخ وعملياً هناك حتى بعض الاتجاهات في إيران تعتبر أنها تحتاج إلى الزريعة المناسبة لكي تقوم بمهاجمة أهداف وبنى تحتية في إسرائيل وتدميرها وتتمنى أن تعطي إسرائيل هذه الزريعة لإيران كي تقوم بذلك لم تعطيها إسرائيل حتى الآن يا دكتور عماد رغم كل الاستهدافات وكل ما جرى لحزب الله لا لحد الآن لا لحد الآن لا هناك فارق ميراشا بالنسبة للمواضيع بالنسبة للعلاقات الدولية الدول بينها البعض عملياً تتعاطى على أساس معايير الردى إذا ما أردنا أن نقول فيما بينها البعض إذا ما قامت إسرائيل مثلاً بمهاجمة القنصلية الإيرانية لحد الآن كانت إيران تواجه إسرائيل بشكل الواسطة يعني بشكل غير مباشر ولكن الآن إسرائيل يعني تحاول أن تكون المواجهة بينها وبين إيران مباشرة ولهذا يعني يعتبر الإيراني أنه يجب أن يرضع إسرائيل بكل من لديه من خدرات هذه أولاً ثانياً هناك اعتقاد بأنه يعني فقط هذه النقطة لو أكملها وبعدها تنتقل للضيف هناك اعتقاد بأنه إذا ما أعطيت الدريعة أفضل شيء هو تدمير كل المنشآت العسكرية الإسرائيلية خاصة الطيران والمنشآت البنى التحتية وحينها يحس الإسرائيلي بالضغط ولا يكون لدى إسرائيل القدرة لاستهداف خلفاء إيران مثل حزب الله وغيرهم في المنطقة سأعود إلى هذه النقطة سيد ديفيد قبل قليل قلت لي أن الولايات المتحدة تحاول أن تقنع إسرائيل بعدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية إسرائيل اليوم ترى في توجيه ضربة شديدة للمشروع النووي الإيراني فرصة تاريخية وفقاً لكثيرين وطرها لن تأتي أو لن تأتي فرصة أفضل من هذه الفرصة الموجودة الآن لاستهداف المشروع النووي الإيراني ما أوراق القوة اليوم بيد إدارة بايدن لمنعها عن استهداف المشروع النووي الإيراني في الواقع أن كل رئيس أمريكي حتى إذا ما عدنا إلى إدارة كلينتون كلهم قالوا إنهم لن يسمحوا لإيران أن تتحول لقوة نووية لذلك لطالما كانت الفكرة السائدة هي أنه إذا ما كان سيكون هناك أي ضربة نووية أو ضربة على المنشآت النووية الإيرانية لا بد أن تكون الولايات المتحدة مشاركة في هذا الأمر لأن الولايات المتحدة لديها قدرات معينة في هذا المجال لا تملكها إسرائيل أو هذا النوع من العمليات المشتركة سوف يكون مفيدا أكثر نظرا إلى أن هذه الأهداف موجودة في أعماق الجبال لذلك نقطة القوة هنا كما سألت هو إن إسرائيل قد لا تتمكن من التصرف لوحدها في هذا المجال أصلا ولكن هذه الحملة ستكون حملة لن تكون ضربة واحدة وتنتهي ومن هنا إسرائيل سوف تحتاج لأكثر مما تملكه في هذا المجال وبالتالي إذا ما كانت تريد استهداف المنشآت النووية قد لا تكون هذه الضربة ناجعة إذا لم تنصق مع الولايات المتحدة الأمريكية من هنا أقول أن هناك الكثير من الأهداف الأخرى المتوفرة في إيران لتستهدفها إسرائيل إذا ما كانت تريد أن تتصرف بشكل صارم من دون أن ترفع الثمن هنا